السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم متابعين كرام ان شاء الله الكل بخير صحة و تمام العافية اليوم في الفيديو مالتنا طريقة تحضير الكيكة المخططة او الزيبرا كيك طبعا انا جهزتها واخذتها للمسجد اثناء فترة الافطار الجماعي والكل هناك عجبهم طعم هاي الكيكة خلي على بركة الله شوفكم مكوناتها وطريقة التحضير انا عندي خليط كيك البانيلا وخليط كيك الكاكاو وطبعا عندي فيديو بالقناة كيك الجاهز راح اتركلكم ان شاء الله الفيديو باسفل صندوق الوصف لان طرعت الكيكة كل شهشة وطرية هنا انا راح احتاج حليب كوب لخليط الكيك البانيلا وكوب لخليط كيك الكاكاو ثلاث بيضات لكل نوع وعندي زيت نباتي نصف كوب لكل خليط هس راح نبدأ نجهز خليط الكاكاو هنا طبعا خليط ثلاث بيضات طبعا هاي المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة كوب حليب ورح اضيف نصف كوب من الزيت النباتي طبعا انت تستخدمين اربع بيضات بس انا استخدمت هنا ثلاث بيضات ابدأ اخلط هاي المكونات السائلة حتى ابدأ اضيفها على خليط الكيك طبعا استخدمت ثلاث كواب من خليط الكيك الكاكاو وثلاث كواب من خليط كيك البانيلا اهم شي لنجاح هذا الخليط انه يكون عندك البيكين باودر صلاحيته جيدة يعني ما منتهية حتى الكيكه تكون عندك مضبوطة هاي جوجو حبة تتساعد جانب انتي دائما قاعد يمي على الكاونتر تحب تشتغل هاي بعد ما خلطت الخليط الكاكاو خليط الفانيلا نفس الكاسة راح اضيف ايضا كوب حليب اذا تحبين تضيفين بدال الزيت زبدة بكيفكم بسان هنا استخدمت الزيت راح اخلط هاي ثلاث بيضات اخفقها اياها اذا تستخدمين الزبدة فلازم تذوو بيها طبعا عندي فيديو بالقناة ايضا حضرت هذا الكيك على انفراد واستخدمت بي الزبدة بدال الزيت بس هنا انا قلت يعني الناس صايمة وماكلين كثير فواحد لازم يخفف بالدهون فخليت الزيت بدل الزبدة هنا انا عندي هذا القالب الألمينوم دهنته بزبدة وراشة عليه طحين راح اضيف كاسة من الخليط الفانيلا وكاسة من خليط الكاكاو وهكذا الى عن اخلص كل القالب اللي عندي طبعا هاي الكمية كبيرة سوتاني قالبين يعني الى ان تشوفوني الكمية تكفي انه بهذا القالب بالتناوب منه ومنه استخدمت حتى يكون القياس مضبوط هاي صار عندي قوالب انا ساجيب هذا العود اللي نسوي بيه الاسنان او العود اللي تشوون بيه الخشبي بهذا الشكل يسوي الخطوط حتى وتدخليها يعني الى اسفل حتى خليط الكاكاوية البانيلا يداخل ودخلها الفرن برا في الوسط الى ان اشوف استوت بالكامل طبعا تختبرين استواء الكيك تخلينه هو نفسه العود الخشب من يطلع نظيف يعني معناها استوت ان شاء الله اشتركوا هاي الوصف واتنالعجابكم والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة ودعمتم في حفظ الرحمن